معلش ما تزعلش مني أنا كان لازم أرد عليك كده لأنه يعني كنت بدي حضريتك مساء المملكة العربية السعودية المتشددة كانوا جدا جدا دلوقتي الحفلات مالية العالم يعني والغنى والطرب وعلشان كده يعني ما نبقاش إحنا إحنا حطينا الأمور في النصابها السريع ما نبقاش إحنا يعني الناس بتاخد اتجاه وإحنا بنرجع تاني وراء يعني لا إطلاقا بالعكس إحنا بنتقل عمل إيه الأستاذ يعني يمكن الكلمة اللي أنا قلتها لدي يمكن كنت بستفزوا فيها علشان خاطر يعني أنا كنت بسجل القرآن الكريم في ستوديو ومتحة صالح هنا في حدق الأهرام فطلبت منه طلب قلت له قال لي طبعا يعني أعمل إيه قلت له إيه رأيك لو أنت تراجع القرآن نغميا اللي هي المقامات من اللي أنا قلت آه تمام تمام وساعتها أنت هتاخد ثواب كبير جدا ليه كنتم لحضرتك قال لي يا سلام ده يوم المنا فكت أنا أول جزء سجلته من سورة البقرة وخدته على فلاشة وروحت قلت له بقى إيه قبل ما لأن أنا ماضي مع شركة يعني فقلت له حضرتك هتراجع بقى إيه المقامات اللي فيه يعني راجع لك تلحين مش تلحين وقرآن ما لا يلاحن طبعا لكن احنا بنتكلم على المقامات المقامات أيوة المقامات هل ده المقام ده مناسب للآيات ولا لا يعني ما يجيش مثلا أنا بقرأ آيات فيها حزن فييجي مثلا أقولها من مقام النهواند لا عندي مقام الصبع مش المقامات دي تلحين برضو هو طبعا من الأم طب بديني مثال كده أسمع منك آية يعني كنت بتقولها إزاي والأستاذ حلمي قالك قولها إزاي لا هو إحنا للأسف الشديد يعني هو مرضه منعه من أنه مع ما تلوش المشروع للأسف معناه ده جايلك في الكلام فت إحنا ما كملناش الموضوع ده من كتر المشاكل اللي هو كان بيمر بيها من إحدى زوجاته أي إنه كان بيمر بمشاكل كبيرة جدا يعني ما تديتهوش خالص؟ لا أنا أديته الفلاشة وهو أفنع مرض بعديها وكان فيه مشاكل في النفع ولا قالك تلقي إزاي يعني تقرأ القرآن إزاي لا معنا كلها بنقعد بنتكلم في الحاجات دي لكن هو اللي كان بيمنعه فادك في قصة المقامات للأسف الشديد للأسف الشديد إحنا ملحقناش لأنه هو مرض وكان داخل في مشاكل كبيرة جدا مع إحدى زوجاته اللي كانت بتتعدى عليه بالضرب تتعدى عليه بالإهانة تعدى عليه بالضرب وكانت بتجيب العيلة بتاعتها يعني للأسف الشديد يتنمروا عليه ومرة اتصل بي زي ما أنا قلت لحضرتك يعني كان لقيت دم لقيت حاجات هو كده ما عملش لحضرتك بس إنه ما العمله بالنيات بقى هنك كلام بقى أنا نياتي إيه أنا قلت له مرة حاجة قلت له أنا مش عايزك تقنط من رحمة الله ده فيه واحد دخل الجنة غير اللي أنا قلت له الأول من غير ما يركع لا ده ما تابشي خلي بالك خلي بالك يا أستاذة عزة قاتل المئة نفس ده ما تابش الناس بتعتقد إن قاتل المئة نفس ده تاب لا ده هو راح لوحد عابد مش فاهم حاجة قال له أنا قتلت تسعة وتسعين ناس ليه توبة عقدوا في حياته وعقدوا في دينه وقال له ما لكش توبة فقتلوا فكمل بالمئة فراح لوحد عالم قال له ليه من توبة أنا قتلت مئة قال له نعم بس اذهب إلى أرضي كذا وكذا فإن فيها أناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم الراجل اللي ربنا تاب عليه ده ما قالش اللهم إني توبته إليك لا ده هو ماشي علشان يتوب يعني نيته بصي الجمال بقى نيته من جواه إن هو عايز إيه يتوب فمات في الممتصف الطريق وهقولك مفاجأة في الحديث ده فاختصم